السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات الأعزاء طلاب وطالبات التعليم الفني الصف الثاني الثانوي أهلا ومرحبا بكم مع مادة اللغة العربية وفرع من فروع هذه المادة وهو درس البلاغة قمنا أبنائي بدراسة البلاغة في الصف الأول الثانوي وأتممنا الدراسة في الصف الثاني من خلال النصف الدراسي الأول وقمنا بدراسة بعضا من المحسنات البديعية حيث درسنا الطباق ودرسنا التورية وبعض من المحسنات البديعية من طباق ومقابلة وجناس إلى آخرين نكمل أبنائي دراسة بعض المحسنات البديعية وهو أحد دروس البلاغة في المحسنات البديعية وهو درس السجع السجع الأبنائي من المحسنات البديعية التي تتناول نوع من إحداث الجرس الموسيقي حيث أن المحسنات البديعية تنقسم لنوعين النوع الأول أبنائي هو ما يؤدي إلى حدوث جرس موسيقي أو نغمة موسيقية تطرب لها الأزن ومنها ما يؤدي إلى إصارة الزهن لمعرفة الفرق بين الكلمات وكما وضحنا أبنائي عند بدء دراسة المحسنات البديعية أن المحسنات البديعية تنقسم إلى محسنات لفظية ومحسنات معنوية نعم المحسنات البديعية أبنائي نوعان محسنات لفظية ومحسنات معنوية المحسنات اللفظية أبنائي هي التي تعمل على إحداث جرس موسيقي تطرب له الأذن والمحسنات المعنوية تعمل على إثارة الزهر وتعمل على التفرقة بين الكلمات سنقوم أبنائي بدراس بعض من المحسنات اللفظية وهو درس السجع ما هو السجع أبنائي؟ السجع هو توافق نهايات الجمل أي إذا كان عندنا والسجع لا يكون قبل أن نبدأ السجع لا يكون إلا في الناصر لأن الشعر لا يرس به سجع السجع أبنائي في الناصر وهو توافق نهايات الجمل بعضها مع بعض حيث أن كل جملة لها نهاية فإذا اتفقت نهايات الجمل بعضها مع بعض أحدث لنا سجع والسجع أحدث لنا جرساً موسيقياً طربت له الأزن في الشعر أبنائي يوجد ما يوافق ويوازي السجع وهو القافية حيث أن نهايات الأبيات في الشعر تتفق بعضها مع بعض اتفاق القافية أي نهايات الأبيات بيؤدي إلى وجود نغمة موسيقية تطرب لها الأزن السجع أبنائي كما وضحنا أو كما نريد أن نوضح هو توافق الفاصلتين في فقرتين أو أكثر في الحرف الأخير أو هو توافق أواخر فواصل الجمل وخاصة في الكلمة الأخيرة في كل فقرة ويكون في النسر فقط كما وضحنا أبنائي لأن الشعر لا يكون به نسر مثل الصوم حرمان مشروع هذه جملة والجملة الأخرى أبنائي وتأديب بالجوع وهذه جملة أخرى وخشوع لله وخضوع الثلاث جمل أبنائي انتهت الكلمة الأخيرة في كل منها بحرف متوافق فالجملة الأولى مشروع انتهى بحرف العين والكلمة الثانية الجوع انتهى بحرف العين والكلمة الثالثة خضوع انتهى بحرف العين فبين هذه الجمل الثلاث يوجد سجع والسجع أبنائي أحدث لنا جرس موسيقي فنقول الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع المعالي عروس مهرها بذل النفوس نعم في الجملة الأولى المعالي عروس انتهت الكلمة بكلمة عروس حرف السين مهرها بذل النفوس وانتهت الجملة الثانية بكلمة النفوس بحرف السين فالتقى واتفق فاصلة الجملتين عروس ونفوس فهنا سجع وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وحوبتي بمعنى اسمي وأجب دعوتي وسبت حجتي نجد أبنائي في هذا الحديث نهايات وفواصل الجمل متفقة في حرفين وليس حرف واحد فكلمت توبتي حوبتي ودعوتي وحجتي وقال قول الحريري فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه نهايات الجمل الأبنائي تتفق بعضها مع بعض وقول بديع الزمان ألهم زاني إن بعد الكدر صفوا وبعد المطر صحوا فكلمت الكدر والمطر وصفوا وصحوا يبقى أبنائي السجع له سر جمال كما وضحنا وقلنا يحدث نغمة موسيقية وجرسا موسيقيا تطرب له الأذن ويسير في النفس السعادة باسر جمال السجع يبقى كما وضحنا أبنائي السجع هو نوع من أنواع المحسنات البديعية الخاصة بالمحسنات اللفظية التي تحدث لنا نغمة موسيقية تطرب لها الأذن وتسعد لها الأذن وهو السجع وكما علمنا أنواع المختلفة للمحسنات البديعية تعالوا معنا لنناقش بعد أسئلة الكتاب المدرسي في هذا الدرس وهو درس البلاغة ودرس السجع مع حل أسئلة درس السجع في الكتاب المدرسي ما المقصود بالسجع؟ المقصود بالسجع نعم هو توافق الفاصلتين نسرا في الحرف الأخير كما قلنا مثل الإنسان بآدابه لابزيه وثيابه الإنسان بآدابه لابزيه وثيابه سؤال آخر أبنائي وهذا السؤال قد اجتمل على مقارنة بين ما قمنا بدراسته في النصف الدراسي الأول وما قمنا بدراسته الآن وهو السجع فما الفرق بين الطباق والجناس والسجع الطباق أبنائي هو جمع بين الشيء وضده أي الكلمة وعكسها أو الكلمة وضدها والمقابلة كذلك ولكن المقابلة كما وضحنا قبل ذلك بين جملتين الطباق أبنائي مثل قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء كلمة السراء أبنائي والضراء بينهما طباق حيث السراء وهو وقت اليسر والضراء وهو وقت العسر وكذلك قوله تعالى أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بين يعلمون ولا يعلمون طباق والطباق هنا أبنائي طباق سلبي لأن وضحنا قبل ذلك أن الطباق نوعان طباق سلبي وطباق إيجابي الطباق الإيجابي يكون بين الكلمة ومضادها مباشرة كما وضحنا في قوله تعالى السراء والضراء والطباق السلبي كما في قوله يعلمون ولا يعلمون فنحن نسلب الكلمة معناها بنفيها وكذلك أيضا في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله فهو طباق سلبي أما الجناس أبنائي فهو اتفاق كلمتين في اللفظ مع اختلافهما في المعنى نعم اتفقوا الكلمتين في اللفظ نعم اختلفوا في المعنى نعم يبقى هناك جناس والجناس أبنائي بالإضافة إلى ذلك كما كان للطباق نوعان فللجناس نوعان الجناس وهو اتفاق في اللفظين في الحروف مع اختلافه في المعنى فإن كان الاتفاق في كل الحروف وعددها وتغتيبها مع ضبط هذه الحروف فهو جناس تام مثل صليت المغرب في المغرب فكلمت المغرب والمغرب بينهما جناس تام حيث أن الأولى هي الفرد والثانية هي البلاد أي بلاد المغرب العرب لذلك بين اللفظين جناس تام وهناك الجناس الناقص أي الذي ينقص في واحد من أربع هي إما عدد الحروف أو نوع الحروف أو تغتيبها أو ضبطها فإن اختلف في واحدة من الأربع يكون الجناس جناس ناقص مع اختلاف نعم مع اختلاف في المعنى الجناس سواء كان جناس ماقص أو جناس تام فهو يؤدي إلى إحداث جرس موسيقي أو العمل على إثارة الزهن لكي نعرف الفرق بين أيهما أو معنى اللفظين المتشابهين فالجناس أبناه هو اتفاق كلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى مثل أصلحت الساعة في ساعة وصليت المغرب في المغرب فبين كلمة الساعة وساعة جناس تام وبين كلمة المغرب والمغرب جناس تام أي اتفق اللفظان في اللفظ مع اختلافهم في المعنى أما السجع وأبنائي كما وضحنا الآن وكما شرحنا هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير في الكلمة الأخيرة في كل فقرة من الفقرات الموجودة في الجمل ويكون السجع وأبنائي في النسر فقط الطباق أبنائي يكون في النسر والشعر السجع أبنائي يكون في النسر فقط الجناس أبنائي يكون في النسر والشعر أما السجع أبنائي فيكون في النسر فقط والسجع مثل الحقد صدى القلوب واللجاج سبب الحروب استخرج سؤال آخر أبنائي استخرج مما يأتي السجع وبين سر جماله السجع سوف نقوم بتوضيحه ولكن سر جمال يجب أن تحفظوه فهو سابت سر جمال السجع كما وضحنا أبنائي هو إحداث جرس موسيقي تطرب له الأزم الأولى الحر إذا وعد وفا وإذا أعان كفا وإذا ملك عفا فبين كلمة وفا وبين كلمة كفا وبين كلمة عفا بينهما سجع الحمد لله القديم بلا بداية والباقي بلا نهاية بين كلمة بداية ونهاية بينهما سجع وبينهما أيضا طباق نعم حامي الحقيقة محمود الخليقة مهدي الطريقة نفاع وضرار بين كلمة الخليقة والطريقة بينهما نعم سجع قال الحريري ارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار نعم أبنائي بينهما سجع وكذلك بينهما جناس تام صيام القلب عن الفكر في الآسام أفضل من صيام البطن عن الطعام نعم بين كلمة الآسام والطعام بينهما سجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام نعم بين نهايات الجمل في هذا الحديث اتفاق في الحرف وهو حرف الميم ولذلك في هذا الحديث يوجد السجع في السلام والطعام والأرحام ونيام وسلام بكذا أبنائي نكون قد انتهينا من دراسة أحد دروس البلاغة وننتقل إلى أحد دروس القراءة المقررة علينا هذا العام وهذا النصف الدراسي وهو درس هام جدا من الدروس الذي يكون أو تسعى إلى وجود حياة صحية سليمة عند الأفراد فهذا الدرس أبنائي له هدف واضح وهدف هذا الدرس هو توفير التصالح بين الإنسان ونفسه توفير حياة سليمة للإنسان الدرس أبنائي درسنا اليوم في القراءة هو الإدمان والتدخين وخطرهما نعم اللفظين الإدمان والتدخين من الألفاظ الخطيرة التي عندما يسمعها الإنسان يفاجأ بالفزع الشديد فكلمة إدمان وكلمة تدخين أضرار من الأضرار الكبيرة على صحة الإنسان والله عز وجل وضح لنا أن صحة الإنسان أمانة عنده سوف يسأل عنها يوم القيامة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أي لن يتحرك إنسان من أرض المحشر إلى الجنة أو النار حتى يسأله الله عن أربع منها عن بدني وصحتي ماذا فعل بهم وكيف فعل بهم هل أدى إلى إطلاف هذه الصحة أم هل حافظ عليهم فدرسنا فدرسنا اليوم أبنائي سيناقش قضية هامة من القضايا التي توجد في مجتمعنا ونسعى إلى أن نقضي عليها وعدم وجودها لكي يكون هناك شباب واعي داري بمستقبله يفهم كيف يحافظ على مستقبله وكيف يسير حياته درس أبنائي الإدمان والتدخين وخطر الإدمان وخطر التدخين وهو للدكتور محمد حامد غانم ننتقل أبنائي إلى الفقرة الأولى التي جاءت في درسنا اليوم الفقرة الأولى بعنوان كوارث تصيب الشباب نعم كوارث فاللفز شديد فهي نعم الإدمان والتدخين من الكوارث التي تصيب الإنسان في حياتنا يقول الكاتب نسمع عن كثير من المآسي ونقرأ في الصحف كثير من الكوارث شباب في عمر الزهور يلقون حدفهم دون مقدمات وآخرون يدخلون السجون ثم يخرجون إلى عالم يلفظهم ويضيق بوجودهم نشاهد أيضا على شاشة التلفاز أناس أشبه بالحطام البشري تفقدهم المخدرات صحتهم وسمعهم بل وحياتهم أيضا إنهم يبيعون الحياة لقاء لحظات من المتعة الزائفة نعم فهذه الفقرة أبني تتحدث عن الكوارث التي تصيب الشباب وكيف أن هذه الكوارث أدت إلى وجود شباب ضائع منهم من يلقى حدفه أن يموت ومنهم من يدخل السجن لكي يفقد زهرة شبابه بداخل أو وراء القطبان ومنهم من يحطم صحته بهذه المخدرات نتيجة لحظات من المتعة الزائفة ننتقل إلى بعض المفردات لهذه الفقرة أبناء العزاء كلمة المآسي أي الفجيعة أو المصيبة والمفرد مأساة الكوارث أبنائي بمعنى المصيبة العظيمة ومفرد الكوارث كارثة وكارث حتفهم أي هلاكهم وجمعها حتوف يلفظهم أي يطرحهم والمراد لا يتقبلهم ويفرضهم الحطام البشري هو كل ما تكسر من الشيء والمقصود رفاته لقاء أي مقابل والمضاد فراق وبعاد المتعة هي اللزة والمتعة الزائفة المرشوشة والمضاد الأصيلة أو الحقيقية لو وضعنا سؤال أبنائي لهذه الفقرة نقول ماذا نسمع من المآسي ونقرأ من الكوارث إيه اللي بتسمع من المآسي وبتقرأ من الكوارث طبعا نسمع الكثير نسمع شباب في عمر الزهور لاقحت فيهم أي ماتوا نسمع شباب في عمر الزهور دخلوا السجون وأقضوا أو عاشوا بقية حياتهم وراء القطبان أجمل فترات حياتهم عاشوا خلف القطبان شباب أبنائي حياتهم أصبحت ضائعة صحتهم هالكة وذلك كله بسبب المخدرات لو وضعنا سؤال آخر أبنائي نقول ما المتعة الزائفة الواردة في هذا الدرس المتعة الزائفة الواردة في هذا الدرس أبنائي هي متعة تعاطي المخدرات كما وضح لنا الكاتب في هذا الدرس ننتقل إلى الفقرة ثانية أبنائي ونجد في هذه الفقرة أسباب الإدمان ما الأسباب التي أدت إلى إدمان الشخص أولا ويلعب الفراغ في حياة الشباب دوره الكبير نعم أول أسباب الإدمان كما موضح لنا هو الفراغ دوره الكبير في وجود هذه المشكلة الخطيرة فالبعض من الشباب حين يشعر أن طاقته معطلة وبدلا من أن يشغل وقت فراغي في رياضة نافعة أو هواية مفيدة فإنه يسعى لملء وقته بتجارب جديدة لا يعنيه مقدار ضررها على صحته وحياته كما يستهوي بعض المراهقين شهوة التقليد الأعمى فيقلدون بعضهم البعض دون أدنى تفكير في معرفة عواقب ذلك على صحتهم ومستقبلهم وحياتهم في هذه الفقرة ابني كما هو واضح يبين لنا دكتور محمد أسباب الإدمان وأولى أسباب الإدمان هو الفراغ حيث أن الفراغ في حياة الإنسان يعتبر مشكلة كبيرة لماذا؟ لأن الإنسان إما أن يستغل الفراغ الذي لديه في شيء مفيد أو أنه يستغل هذا الفراغ في شيء ضرم وهو التقليد الأعمى الذي تؤدي شهوة التقليد الأعمى أن يقلد الشباب بعضهم بعض دون أدنى تفكير مما يؤدي إلى عواقب وخيمة صحية ومستقبلية وحياتية لو أردنا أن نعرف بعض مفردات هذه الفقرة أبنائي نجد كلمة هواية بمعنى لعب وجمع كلمة هواية هوايات وكلمة تجارب جمع كلمة تجربة والتجربة هو الاختبار يستهويه أي يضل ويغويه والمراهقين أبنائهم البالغين الشهوة هي المتعة وجمع كلمة شهوة شهوات تقليد هو السير على المنوال والمحاكاة أدنى أي أقرب عواقب هي النهاية والملل والمقل والمفرد عاقبة لو وضعنا بعض من الأسئلة أبنائي لأردنا أن نقول وقت فراغ الشباب سلاح زو حدين وضح ذلك نعم فعندما يشغل وقت الشباب عندما يشغل وقت فراغي في غياضة نافعة أو هواية مفيدة فهو وقت فراغ نافع أما هناك شباب يشعر أن طاقته معطلة فأنه يسعى لملء هذه الطاقة المعطلة أو هذا الوقت بتجارب جديدة لا يعنيه ولا يهمه شيء ولا يعرف هل هذا الشيء ضار على صحته أم لا وفي ذلك الوقت يكون وقت الفراغ أصبح ضارا هناك عوامل تدفع الإنسان إلى الإدمان وإلى التدخين وخاصة عند المراهقين هذه العوامل هي وقت الفراغ والتقليد الأعمى نعم أبنائي فالمراهق هو الإنسان الذي مقبل على الحياة يحس أنه قد وصل إلى سن وهذا السن يجعله أن يقلد كل شيء لذلك نجد هذا الشخص يحاول أن يقلد الكبير فإذا كان الأب مدخنا فالابن يقلد والده يقلد من هو أكبر منه سنا وبذلك يكون التقليد ويكون وقت الفراغ من العوامل التي أدت إلى انتشار التدخين أو يكون هذا الأمر هو أجعل للإنسان أنه وضع قدمه على أول طريق الإدمان وهو التدخين ننتقل الأبناء إلى فقرة ثالثة من فقرات هذا الدرس والتي تتحدث عن أسباب الإدمان يبقى زي ما وضحنا في الفقرة السابقة أن أسباب الإدمان هو وقت الفراغ ووقت الفراغ كما قلنا سلاح زو حدي حيث أن هذا الوقت من الممكن أن يكون وقت نافع مفيد للإنسان إذا استغله في هواية وفي رياضة نافعة ومن الممكن أن يكون هذا الوقت ضار للإنسان عندما يكون الإنسان مقلدا تقليد أعمى لغيره عندما يجد طاقاته معطلة فيحاول أن يشغل هذا الوقت بأمور لا يعلم إن كانت مفيدة له في حياته وفي صحته أم لا نكمل أسباب الإدمان كما ورد في هذا الدرس وقد يلجأ بعض الناس إلى عقاقير يصفها لهم الطبيعي في ظروف معينة لتخفيف الآلام أو بعض المنومات لاستعمالها مرة واحدة ولكن يكررون شرائها من الصيدليات عن جهل باختار تكرار وتناول هذه الأدوية فيصبحون من المدمنين لها في هذه الفقرة يقدم لنا الأديب أو الكاتب دكتور محمد أسباب الإدمان وتكملة أسباب الإدمان وهو تعود الإنسان على عقاقير معينة هناك أناس يذهبون إلى الأطباء إحساسهم بألم معين في ظروف معينة فيكتب لهم الطبيب على مجموعة أو بعض من العقاقير والأدوية لكي يأخذها ليعالج حالته في ذلك الوقت ولكن هذا الشخص تعود على هذه العقاقير فكلما أحس بتعب أو أحس بحالة مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يذهب إلى الطبيب يكسل في الذهاب إلى الطبيب ويقوم بشراء هذه الأدوية من الصيدليات دون أن يكون الطبيب قد كتبها له على اقتناع تام بأن هذه الأدوية سوف تقوم بتخفيف ما يحس به من ألام ويكون بذلك الأمر قد تعود الإنسان أو تعود هذا الشخص على هذه الأدوية فيصبح من المدمنين لهذه العقاقير الطبية يبقى السبب الثاني كما وضحوا لنا الكاتب أو الدكتور محمد هو تعود الإنسان على عقاقير معينة دون أن يكون الطبيب له دخل في كتابة هذه العقاقير هو أخذها في حالة أولى عندما كتب الله الطبيب عندما كان يحس بألم معين وهو قد لجأ إلى الصيدليات ليأخذها كلما أحس بهذه الحالة فأصبح مدمنا لهذه العقاقير يبقى عندنا وقت الفراغ والتعود على عقاقير معينة وبذلك يكون أسباب الإدمان بعض من مفردات هذه الفقرة ابنائي كلمة يلجأ يلجأ بمعنى يحتاج والتجاب عقاقير أي الأدوية ومفرد العقاقير عقار معينة محددة خفف الألام أي سكن الألام لطف من أوجاعها الظروف ابنائي المفرد ظرف الصيدليات هو مكان لبيع الأدوية وحفظ الأدوية والذي يعمل في هذا المكان هو الصيدلي المدمنين المتعاطين والمداومين لو أردنا أن نضع ابنائي بعض من الأسئلة على هذه الفقرة نقول ما أختار تكرار تناول العلاج من الصيدليات بدون علم الطبيب طبعا كما وضحنا من أختار تكرار تناول هذه العقاقير من الصيدليات بدون علم الطبيب أن يصبح الإنسان من المدمنين سؤال آخر أبنائي كيف يصبح الإنسان مدمنا يصبح الإنسان مدمنا عندما يكرر من تناول العلاج من الصيدليات بدون علم الطبيب بهذا الأمر يكون الإنسان قد أصبح مدمنا وضحنا الإدمان وضحنا أسباب الإدمان ننتقل إلى فقرة أخرى وهي أعراض الإدمان الشخص الذي أو نطلق عليه كلمة مدمنا هذا الشخص ظهرت عليه أعراض وهذه الأعراض يجب على كل ولي أم أن يتابع ابنه في البيت أبناؤنا أمانة في أعناقنا فيجب على ولي الأم سواء كان الأم أو الأب أن يلاحظ على أبنائهم هذه الأعراض فهم أمانة لدينا يجب علينا أن نحفظهم ونصنهم إذا ظهرت هذه الأعراض فيجب علينا أن نسعى لتأكد هل هذا الإبن مدمن أم لا لذلك أبنائي سنتحدث الآن عن أعراض الإدمان كما وردت في الفقرة الرابعة في هذا الدرس وإذا حدث وصار الشخص مدمنا لما من المخدرات مثل الحشيش والأفيون والكوكاين والهوروين إلى آخرهم من المواد المخدرة الموجودة حاليا خلاف هذه المخدرات فإن أعراض الإدمان تظهر على جسده في صورة ضعف شديد وهزال وضيق بحدقة العين وإمساك مزمن وقد يتعرض المدمن من شدة تعاطيه للمخدر للموت المفاجئ أو يؤدي إلى اختلال في حالته النفسية فيؤدي إلى الانتحار أو أن يتعرض إلى الحوادث المختلفة مفردات هذه الفقرة ابنائي المخدرات هي مادة التخدير ومفرد المخدرات المخدر ضعف أي هزال ومضاد كلمة ضعف قوة هزال بمعنى الضعف الحدقة حدقة العين ابنائي يا سواد الذي يتوسط العين وجمع كلمة حدقة أحداق وحدقات المفاجئ أي المباغت وغير المتوقع ومضاد المتوقع الانتحار أبنائي وقتل النفس وكلمة حوادث جمع ومفردها حادثة لو أردنا أن نضع بعض من الأسئلة على هذه الفقرة أبنائي سؤال يقول ما أعراض الإدمان التي تظهر على جسد المدمن أعراض الإدمان أبنائي التي تظهر على جسد المدمن هي ضعف شديد هزال ضيق بحدقة العين إمساك مزمن ثم بعد ذلك الموت المفاجئ أو الانتحار أو التعرض لبعض من الحوادث ننتقل الأبنائي إلى سؤال بشكل آخر وهو اكمل الفراغات الآتية من أنواع المخدرات نقط ونقط ونقط إلى آخر لبصنا أبنائي من أنواع المخدرات التي وردت لنا في هذه الفقرة السابقة ورد لنا مخدر الحشيش والأفيون والكوكاين والهيروين لم يرد بعض من المخدرات أو بعض من العقاقير التي تستردم حاليا كنوع من أنواع المخدرات التي يتعطها الإنسان المدمن فالإنسان المدمن أي شيء يتعطاه يؤثر على حالته النفسية يعتبر إدمان وتعاود لديه الفقرة الخامسة أبنائي نرى فيها التغيرات التي تحدث للمدمن أهم تغير يحدث هو أن حياته كلها تتشك وفقا لهذا النمط الجديد فيهمل عمله أول تغير يحدث للمدمن في حياته هو إهمال عملي وإهمال أسرتي وإهمال عنشطتي حيث لا يهتم بعد ذلك إلا بكيفية الحصول على ضالته وضالته أبنائه هنا هي المخدر فيسعى للحصول عليه بأي طريقة ممكنة حتى ولو غير مشروع حتى لو كانت هذه الطريقة طريقة غير مشروع حتى لو تعرض أو قام بالسارقة أو بالاختلاص أو بالاحتيال أو أن يبيع شرفاه حتى القتل يمكن أن يفكر فيه لكي يوفر ضالته من المخدر ينتابه شعور بالاستكان والخشوع والاستسلام وحينئذ يلفظه المجتمع وتفتح له السجون زراعيها مرحبة بقدوم سجين يقضي بقية حياته أو يقضي زهرة حياته خلفه في هذا في هذه الفقرة نجد التغييرات التي تحدث للمدمن فهذه التغييرات منها إهمال حياته إهمال عمله إهمال أنشطته همه هو الحصول على ضلته من المخدر بأي شكل وبأي طريقة هل هي طريقة مباحة أو طريقة غير مباحة من الممكن أن يسرق من الممكن أن يقتل من الممكن أن يختلس من الممكن أن يحتال حتى يحصل على الأموال التي توفر له مخدر وكذلك يؤدي تعاطيل المخدر إلى الاستكانة والخشوع والاستسلام وبذلك يصبح عضو يلفظه المجتمع عضو تفتح له السجون زراعيها مرحبة بقدومه ننتقل إلى بعض المفردات لهذه الفقرة ابني فنجد كلمة تغيير بمعنى تبديل وتحويل وكلمة النمط بمعنى الطريقة والشكل وكلمة اسلوب وجمع كلمة نمط أنماط يهمل أن يترك والمضاد يتمسك الأنشطة الممارسة والمضاد الكسل ضالة أي كل ما ضاع منه مشروع أي مباحة وحلال يختلص يعني يسلب ويبتز ويسرق يحتال يعني يستخدم الحيلة ويخدع والمضاد يخلص ويصدق ينتابه يعني يصيبه الاستكانة أي الخضوع والخشوع الخشوع هو الاستكانة الاستسلام بمعنى الانقياد والتسليم ويلفظه بمعنى يطرحه والمغاد لا يتتقبله ويرفضه لو وضعنا أسئلة أبناء لهذه الفقرة نجد ما أهم التغيرات التي تحدث للمدمن في حياته وما نتيجة هذه التغيرات أهم هذه التغيرات أبنائي هو إهماله وعملي واسرته وأنشطته سعي للحصول على المال بكل طرق غير مشروعة من الممكن أن يسرق أو يختلس أو يحتال من الممكن أن يبيع شرفه حتى أنه من الممكن أن يقتل لكي يوفر له ضلطه ينتبه شعوب بالاستكانة ينتبه شعوب بالخضوع والاستسلام وحين أزن يتوافق لأيه النتيجة التي تؤدي به إلى أن يلفظه المجتمع وإلى أن تفتح له السجون زراعيها علل تفتح السجون زراعيها مرحبة بقدوم الشباب لماذا؟ بسبب تحوله إلى الإدمان وما يعقب ذلك الأمر من أضرار على هذا الشخص ننتقل إلى فقرة أخرى وهي الفقرة السادسة وفيها الشروط التي سوف نقوم بعلاد الشخص المدمن من إدمانه فما هي شروط العلاج من الإدمان أما عن العلاج فطريقته ميسورة سهلة وهكن بشروط أهم هذه الشروط أن يكون لدى المدمن الرغبة والأكيدة للشفاء وأن تكون هذه رغبة نابعة من داخله فقد لوحظ في حالات كثيرة من حالات علاج الإدمان أن من أجبر على الامتناع عن هذه المخدرات لا يلبسون أن يعودوا إليها بعد خروجهم مباشرة من المصحات ومن الملاحظ أيضا أن رجوع إلى ذات الأماكن التي تعاطى بها المدمن ما مادة والجلوس إلى أصحاب السوء الذين يشجعونه بل ويشاركونه التعاطي له أثر واضح في الانتكاسة والعودة إلى ما سبق الإقلاع عنه يبقى أول شرط من شروط العلاج من الإدمان هو الرغبة الأكيدة لدى المدمن في أنه يريد الشفاء من هذا الإدمان فإذا تحققت له الرغبة لكي يشفى من هذا الإدمان فإنه سوف يكون قد حقق جزء كبير من العلاج لأن هناك الكثير من الذين أجبروا على العلاج فإنهم عندما يخرجون من العلاج يعودون إلى الأدمان مرة أخرى وذلك عندما يتطرقون إلى الأماكن التي تساعدهم على ذلك من أماكن الجلوس مع الأصدقاء المشجعين لهم على التعاطي من أماكن أخرى ساعدتهم على التعاطي من عدم القدرة على عدم تحمل الابتعاد عن المخدم بعض المفردات هذه الفقرة أبنائي وأسئلة عليها لكي نعرف الشروط التي يجب على الإنسان أن يوفرها عندما يريد أن يعالج نفسه أو غيره من الإدمان ميسورة بمعنى سهلة والرغبة أبنائي بمعنى الميل الأكيدة أي المؤكدة والشفاء بمعنى البرء والمضاد المرض نافعة بمعنى نابعة بمعنى خارج المتدفقة أجبر أي أكره وأغصيب على هذا الأمر الامتناع الانصراف يلبسون بمعنى يستمرون والمصحات أبنائي بمعنى أماكن التي يعالج فيها الإنسان والمفرد المصحة أصحاب السوء أي أصدقاء السوء المفسدين الانتكاسة هو معاودة المرض والإقلاع هو البعد عن الإدمان لو وضعنا سؤال أبنائي هو ما شروط العلاج من الإدمان أول هذه الشروط أبنائي أن يكون لدى المدمن الرغبة الأكيدة في الشفاء وأن تكون هذه الرغبة نابعة من داخله ثانيا الابتعاد عن أصحاب السوء هذه شروط العلاج من الإدمان البعد عن أصدقاء السوء الرغبة الأكيدة في الشفاء وأن يكون الرغبة في الشفاء نابعة من داخل هذا الشخص ما الملاحظ على من أجبره عن الامتناء عن التدخين عن المخدرات الملاحظ أنهم يعودوا إليه بعد خروجه مباشرة من المصحات لأن ليس لديهم الرغبة في الامتناء عن الإدمان أو عن تعاطي المخدرات أصحاب السوء أبناء لهم أثر واضح في الانتكاسة والعودة إلى الإدمان وضح ذلك نعم أبناء أصحاب السوء فلهم أثر واضح حيث يرجع الإنسان المدمن الذي أجبر على العلاج إلى الأماكن التي تعاطى بها المدمن مادته ويجلس مع أصدقاء السوء ويطعاط معهم المخدرات ويشجعون ويشاركون الطعاط وكل هذا له أثر واضح في الانتكاسة والعودة إلى ما سبق وأن أقلع عنه ننتقل ونتابع شروط العلاج أبنائي من الإدمان ثانيا أن يكون في محيطه الاجتماعي من يعاونوه على الاستمرار في البعد عن هذه المواد يب الرغبة الأكيد الرغبة الأكيدة أبنائي مع أن يكون هناك في مجتمع المحيط به من يساعد على الاستمرار في البعد عن هذه المخدرات ثالثا أبنائي العلاج نفسه يشمل الكثير من العقاقير التي تحكم على الإنسان الأغراض الانسحابية كما يشمل جلسات النفسية وعلاج سلوكي وأخيرا فلا بأس من علاج الإدمان إذا توفرت الشروط التي ذكرت قبل ذلك يبقى شروط العلاج من الإدمان أبنائي هي أول حاجة الرغبة الأكيدة للعلاج من الإدمان عند الشخص المدمن أن يكون في محيط الاجتماع من يساعده على ذلك بالإضافة أن يكون العلاج نفسه يساعد على الترافق أو التحكم في الأعراض الانسحابية للمرض أو لانسحاب المخدر من جسد هذا المدمن ما شروط العلاج أبنائي من الإدمان كما وردت فيازي الفقر ورد الوسط الاجتماعي المعاون للاستمرار في البعض عن هذه المواد وأسهل هذه الكلمات وما أصعبها يوضح الصعوبة التي تواجه المدمن ومن حوله في تنفيذ هذا العلاج ننتقل أبنائي إلى ظاهرة التدخين وظاهرة التدخين أبنائي كما هي موضحة أحد الزوار الموجودة ومنتشرة في مجتمعنا بشكل كثير وخاصة في دول العالم الثالث واستشرت هذه الظاهرة في جميع المستويات الاجتماعية فظاهرة التدخين وجدت بين مختلف الأعمار فنجد الصغير والكبير نجد الرجل والمرأة نجد الكثير من فئات المجتمع المختلفة وهيئاته يمارسون أو يدخنون أكد العلماء جسامة وأضرار هذا التدخين حيث وضح أن المسرفين في التدخين أظهرت أن النكوتين يساعد على أن يسرع دقات القلب بالإضافة إلى أن النكوتين يؤدي إلى وجود التصلب الشرايين والشرايين التاجية وسبت أيضا بما لا يدع مجالا للشك الصلة الوسيقة بين التدخين وظهور مرض الزبحة الصدرية وما يؤدي إليه هذا الأمر الحديث عن التدخين أبنائي له طرق أو كثير جدا لما وجد أن هذا النوع من التدخين وانتشاره في المجتمع فالتدخين أبنائي وجد بين فئات عمرية مختلفة مادة النكوتين التي تخرج من التدخين وأسرها الشديد على صحة الإنسان مادة النكوتين وأسرها في وجود تصلب الشرايين مادة النكوتين التي تسرع دقات القلب لذلك يجب على الإنسان كما فكر في الامتناع عن الإدمان يجب أن يسر كل أفراد المجتمع المدخنين البعد عن هذه الظاهرة السيئة لأنها أول الأمر هي عادة سيئة وهي حرام دينيا ومحرمة لأنها تهلك صحة الإنسان وتهلك ما له بكده أبنائي نكون قد قمنا بتوضيح درس من دروس القراءة وهو الإدمان وأسبابه وأعراضه وكيف نعالج المدمن وظاهرة التدخين التي انتشرت في مجتمعنا الحالي وفي أول الحلقة أبنائي قمنا بأحد دراسة أحد دروس البلاغة وهو نوع من أنواع المحسنات البدعية وهو السجع أبنائي بكده نكون قد انتهينا من حلقتنا أرجو أن تكون قد استفدتم على موعد بلقاء آخر وحلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة